وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقولي إذا أدركت أنا هذه الليلة فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو عفو عنا ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا دعاء يسير كلمات معدودة أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله خلاص فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ودت أمه عفى عنه خلاص جاوز كل شيء يبقى حقوق الآدمين حقوق الناس هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره ولذا أنا أدعو لأم والناس إذا قاموا فرادا في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء يعاد يكرر عشر مرات عشرين مرة مئة مرة دعاء طيب مبارك تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله الله المستعان